كما نشاهدوا هنا أول مرة عندنا في الطوب عشرين أربع عدائين جزائريين هو أكبر نتيجة للبلدان المشاركة أربع عدائين كينيين وتلت عدائين فرنسيين الباقي يتوزعوا بين البلدان اللي بقات أمريكان، كندا، نيوزيلان، إيتيوبيا و بولندا دونك هذه حاجة الأولى وهذه حاجة تاريخية لازم نستثمروا فيها لأن هذه فرصة عندها الجزائر وين فرياضة قوية جدا وهي 800 متر 800 متر هي كارفور بين سبرينت والدميفون هي كورس سبيسيال لذلك عندنا فيها أربع عدائين ممكن نصبوا واحد ولا فيهم زوج يقدروا يطلعون في 1500 متر كما عبدالنوز كما وسمه رمزي رمزي الآن وبدأ يشتغل في 1500 متر مع الوالد تعو وعندو نضم بالإمكانيات يقدر يدير نتائج طيبة خاصةً في البطولات لأنه عندو السرعة سرعة لها باش نولول البطولة العالم دونك لو نشوفو هنا أحسن نتيجة عالمية دقيقة 1.43.52، 1.43.54، 1.43.85 وبعد 1.43.69 بتاع سجاتي لو نقارنوا مثلا فقط بطورة العالم 2019 قبل بطورة العالم كان عنا دقيقة 41 دقيقة 42 دقيقة 42 دقيقة 43 دقيقة 43 إذن لو نشوف ونقارنوا بين القروب تاع 2009 آخر بطورة العالم في قطر في قطر وبطورة العالم هذه اللي رأي تجرى في الأوريغون كان عامل سن كان جيل جديد من العدائين الآن اللي في عمرهم بين 20 23 سنة وهو ما رأى متصدرين ترتيب العالمي في 800 متر بخلاف 2019 كانوا معدل العمر تاع العشرين الأولين أكثر من 27 سنة الآن رأينا 23 سنة معدل العمر فهدو كان كتير اللي فازوا بطورة العالم اللي فاتت سواء لكادي أو لجونيور دونك هذي فرصة باش العدائين تواعنا يتمركزوا ويحطوا روحهم في فلاتات دو بلوتون تاعات 800 متر باش يولوهوما من القائمة اللي يسيطروا على هاد هاد اللعبة منا وإن شاء الله حتى لخمس سنوات ممكن عشر سنوات لأنه يقدر يروح حتى لثلاثين ثلاثة وثلاثين سنة إن شاء الله